إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم دلني على السوق إعداد وتقديم عبدالله البعينين ضيف البرنامج الدكتور أسامى قيس الدريعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام نلتقي وإياكم مجددا مع حلقة من حلقات برنامجكم دلني على السوق فأهلا ومرحبا بكم أينما تهدى إليكم أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة ضيفنا في هذه الحلقات الدكتور أسامى بن قيس الدريعي دكتورة في الاقتصاد الإسلامي مرحبا بك دكتور أسامى دكتور أسامى ارتينا في هذه الحلقة أن نأخذ ما يتعلق بمسألة التأمين كون بدأت حتى البنوك المصارف الإسلامية بدأت تعامل بالتأمين تطرح هذه المعاملات وغيرها أيضا وبدأ الناس تحدثون في المجالس ما الفرق بين التأمين الإسلامي وتأمين الغير الإسلامي لماذا هذا ولماذا ما الفروق الأساسية ويبدأ الناس في نقاش أحبابنا في هذه الحلقة أن نأخذ التأمين التعاوني ونمر على حقيقته ثم بعد ذلك نأخذ مجموعة من المحاور إن شاء الله دعنا نبدأ بداية ماذا نقصد بالتأمين التعاوني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا ثم ما بعد حياك الله شيخ عبد الله حقيقة كما تكلمنا في الحلقات السابقة نحن نتعامل بالمعاملات المالية الإسلامية ولا نعلم أحكامه هذه التعاملات التأمين التعاوني مبني على فكرة بسيطة جدا ونحن نعمل هذه الفكرة في حياتنا اليومية فلنضرب مثلا بسيطا جدا الآن حتى يتضح للمستمر الكريم شيخ عبد الله هل سافرت مع مجموعة من الإخوة سفرة معينة؟ نعم فكانت هذه السفرة أكيد عندكم رئيس للسفرة أو أمير ووزير مالية نعم ووزير مالية أحسن وبالتالي أنتم جمعتم بينكم بين بعض مبالغ مالية وضعت عند وزير المالية هذا الانتقال صحيح صحيح حتى تشتركون في هذه الرحلة وتدفعون مستلزمات الرحلة سواء كان البترول أو الأكل أو السكن ثم بعد ذلك بعدما ترجعوا من السفرة تقسموا ما بقي من أمال أليست كذا هذا؟ نعم صحيح هذه نسميها شركة أو نسميها مشاركة أو نسميها هذا هو أساس التأمين التعاوني هو قائم على هذه الفكرة هو قائم على هذه الفكرة فكرة المناهدة المناهدة في الشريعة تقوم على هي إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه تسمع المناهدة ولها أصل في الشريعة الإسلامية ولها أحاديث ولها مدلول في السنة المطهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوي أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم رواه البخاري بمعنى أن المناهدة عبارة عن تبرع من أطراف المجموعة كل يتبرع بقيمة معينة في وعاء ثم بعد ذلك يقتسمون هذا أو أي شخص يحتاج من هذا الوعاء يتم التبرع له من هذا الوعاء إذن الفكرة فكرة التأمين الإسلامي أو التأمين التعاوني أو التكافلي مبنية على ما يسمى بالتبرع أن الشخص عندما يدفع مبلغ التأمين إلى الوعاء هو يدفعه متبرعا ما معنى متبرعا لا يبغي مقابل هذا التبرع يوض فهو يدفع المال يدفع الاشتراك متبرعا بهذا الوعاء وكل من لا سمح الله يحصل عليه حادث يحتاج إلى مال يحتاج من دخل في هذا الوعاء يستفيد من هذا يأخذ من هذا الوعاء مساعدة لبقية الأطراف هذه فكرة التأمين التعاوني أو التكافلي أن التأمين التعاوني بني على التبرع ولم يبنى على المعاوضة هل هناك ركاز معين يقوم عليه هذا التأمين؟ الركيز الأولى أن هذا التأمين هو تأمين تبرعي بمعنى أن الذي يدفع ماله ويدفع اشتراكه ويدفع القيمة إنما هو متبرع لهذا الوعاء لا يبتغي مقابل هذا التبرع مال ولا يبتغي مقابله عوض لماذا نحدد هذه المحددات؟ سنأتي لاحقا عن أسباب هذه المحددات وبالتالي أي شخص يقع عليه لا سمح الله طائلة معينة مال نقص حاجة يستفيد من هذا الوعاء بالقدر الذي إذن ركز الأولى قضية أن يكون هذا تبرعا نعم أن الأموال الموجودة هي ليست لمن يدير هذا الوعاء بمعنى أن المال الموجود هو للوعاء وليس لمن يديره هناك بعض من يدير فلنفرضنا شركة هذا المال ليس للشركة ليس لك قضية استثمر أو شبه هذا هو قد يستقطع جزء من هذا المال يستثمره لحملة الصكوك أو لحملة القسائم المشاركين بهذا التأمين وليس له وإنما هو يدير هذه المحفظة أو يدير هذا الوعاء نيابة عنهم وبالتالي هو لا يملكه هذا الوعاء الاستثمارات التي قد تنتج عن هذا الوعاء بعدما يستثمر مدير الوعاء هي اللي حملت أيضا للوعاء لمن متشارك بهذا الوعاء نعم للوعاء وليست له وإنما هو يأخذ جزء بسيط حسب لأنه مضارب سيكون في هذه الحالة مضارب سهو يأخذ قدر المضارب الذي يتم التفاق عليه في الدخول في هذا الوعاء وبالتالي قضية التأمين التكافلي سمية تأمين تكافلي وسمية تأمين تعاوني وسمية تأمين إسلامي كلها تصب في مصب واحد أن المتبرع هو دفع ماله لهذا الوعاء متبرعا فإذن الأساس الذي قامت عليه شركات التأمين الإسلامي هو هذا التبرع جميل الآن الفروق دكتور التي تدخل فيها مسألة ما بين هذه التأمين الإسلامي أو التعاوني نعم ما ذكرناه في أساسيات التأمين التعاوني عكسها في التأمين غير التعاوني أو التأمين التجاري التأمين التجاري يقوم على المعاوضة وفكرة معاوضة بمعناها أنني كأنها بيع وشراء المعاوضة كأنها بيع وشراء وكأن المشترك أو حامل قسيمة يشتري من شركة التأمين يدفع مقابل أمر مقابل أمر مقابل تأمين فهذا هو الآن اشترح أمرا الآن ندخل إلى الأمر الثاني هو دفع مقابل أمر إذن لاحظ أنت في التأمين الإسلامي هو تبرع ولم يدفع مقابل أمر تبرع إذن هو لا ينتظر سيأتيه أمر أو لا التأمين التجاري هو دفع معاوضة يحصل على أمر ما سيحصل على ماذا يأتي الأمر الثاني وهو أنه سيحصل على مجهول لا يحدد إما أن يقع الخطر أو لا يقع الخطر وعندنا قاعدة إذا كان فيها أحسن فإذن الأمر الأول المعاوضة عقد معاوضة فهذا لا يجوز لأنك ستدفع أمرا أنت لا تدري ما هو إذن دخل عليه احتمال إذن أصبح معاوضة فهو عقد غير جائز لأن الذي ستأخذه ستأخذ مقابل له أنت لا تعرفه لا تعرفه الأمر الثاني أنه فيه شبهة القمار إما أن يقع الخطر وإما أن لا يقع فاحتمالية الوقوع وعدمه دخلت في الربح إما أن تربح وإما أن تخسر وبالتالي أنت دفعت لمبلغ دفعت مبلغ أنت لا تدري هل تربح أو تخسر وبالتالي أيضا فيه شبهة القمار القمار وفيه شبهة الغرر الغرر هذا أنك أنت لا تعلم هل سيحدث هذا الخطر أم لا يحدث كم حجم الخطر هذا وبالتالي دخل فيه أنه فيه معاوضة وفيه أمر بجهون وشبهة قمار وشبهة غرر وفيه شبهة غرر جمعة المحرمات كلها فيه أمر واحد لا أخفيك أن هناك خلاف عند العلماء من هم من أجاز هذا التأمين التجاري وهم معدودين على أصابع اليد الواحدة من الفقهاء في هذا الوقت ومن هم من توفي رحمة الله عليه لكن الغالبية العظمى جل الغالبية العظمى المجامع الفقهية مجمع الفقه الإسلامي الهيئات الشرعية كل المجامع الفقهية المعايير الشرعية لم تجز التأمين التجاري بالعكس حرمت التأمين التجاري وأجازة التأمين التعاوني بالصورة التي ذكرناها جميل الآن دكتور فيه نقطة مهمة وهي مسألة إذا أردنا أن نصور هذا صورة التأمين الإسلامي نعم وغيرها في مثلا والله مثلا ما يحصل الآن في قضية السيارات نعم تأمين السيارات تأمين السيارات أيضا هو يقول لك كل المتشابه لا في فرق أن أدفع ربما أحيانا نفس المبلغ نعم هنا أو هنا نعم فيقول لي ماذا هذا حلال وهذا حرام نعم أنا أدفع هنا عندما أدفع هنا أمن سيارتي أنا أدفع هنا متبرعا مهم يعني عندما أدفع إلى شركة التأمين في حال تأمين على السيارة أنا أدفع متبرعا طبعا لا أبتغي مقابل هذا التبرع عوض هذا الأصل فيه طيب إصلاح سيارة ليسيارة لا يتبرع عوض قلنا نحن لما نضع في الوعاء هذا كل شخص يتضرر من أصحاب حملت القسائم أو حملت الاشتراكات يدفع له من هذا الصدق يعني كالعوض يأتيه ربح معين لا العوض كأنك أنت تشتري يعني في التجاري أنت تدفع مقابل أن تشتري درء الخطر وقد يقع أو لا يقع ودرء الخطر لا يمكن أما في الإسلامي أنت تتبرع ولكن إذا حصل هناك ضرر ستأخذ من هذا التبرع نعم من هذا المحف من هذا الوعاء وبالتالي أنت متبرعا سواء وقع الخطأ أو وقع الضرر أم لما يقع أنت متبرع متبرع لهذا الوعاء الكل يأخذ منه أما هناك أنت تدفع أنت تشتري تشتري أمرا قد يقع وقد لا يقع واضح وبالتالي أنت المبلغ هذا الذي دفعته في التجاري هو للشركة وليس للوعاء واضح هو للشركة وليس للوعاء أما المبلغ الذي تدفعه أنت في التعميل الإسلامي أنت تدفعه للوعاء ليس للشركة دخل فيه فقط إدارة هذا الوعاء وبالتالي أنت في السيارة في تأمين الديون تأمين هذه الأمور هي عبارة عن وعاء متبرع وليس معاوضة هناك أيضا صور أخرى قضية تطبيقية كل ما يندرج تحت التأمين التعاوني يأخذ هذه الصورة جميل بالنظر الدكتور إلى هذه النقطة الآن هل هناك صور محرمة مثلا في قضية تطبيقاته إذا كان والله تأمين على جسد الإنسان أو تأمين في حياته نعم هل حدث عنها علماء؟ أنه يتكلمون الآن عن تأمين الديون أيضا من هذا الباب تدخل تأمين الديون أيضا من باب الوعاء التبرعي وأيضا من فيما لا سمح الله حصل الموت وحصل العجز الكلي أيضا يدخل من هذا الباب أيضا هو عبارة عن تبرع كذلك لكن أيضا في المقابل هو ليس تبرع إنما هو تشتري أنت تشتري ما سيحدث في المستقبل جميل بعد نهاية السنة دكتور بقضية ما يتعلق بالأرباح نعم توزع على حملة القساء يعني يشتثمر المال وهذا المال إذا نتج عنه أرباح يتم توزيعه على حملة هذا الصندوق أو هذا الوعاء بعضهم دكتور يشترط أن إذا لم يكن عليك ضرر خلال فترة هذه فأنت تستحق مبلغ معين صحيح وإذا حصل ضرر أنت كأنه يقل هذا المال نعم هذه شروط جائزة شروط جائزة لأنك أنت متبرع في المال وهذا يدير وبالتالي أنت فلتترك فرصة أخرى لمن يستفيد من هذا إذا أنت استفدت كثير من هذا الوعاء اترك مجال الآخرين أن يستفيدوا لا سمح الله أن وقع عليهم ضرر أو أن وقع عليهم أذى يمكن يستفيدوا من هذا الوعاء التبرع قضية النسبة من يحددها؟ هل هناك تحديث شرعي أو أنها متروف؟ نعم عادة المؤسسات التأمين الإسلامية تكون لها هيئات شرعية حالها حال البنق الإسلامية ولها تدقيق شرعي فيتم تحديد النسب وتحديد العقود الشرعية من خلال الهيئة الشرعية ويتم الاتفاق على هذه النسب بحيث أن المضارب هي الشركة التي تدير يعني كل شركات التأمين عبارة عن مضارب مضارب لهذا الوعاء فهم يضاربون ويستثمونون جزءا من هذه الأموال وينتج عنها أرباح أرباح تقسم للمضارب قسم ولحملة هذه القسام هناك أيضا دكتور جزئية مهمة اليوم أصبحنا في مسألة السفر أو الحجوزات أو ما إلى غيره تكون هناك خانة تسمونها خانة التأمين صحيح إذا أنت اخترت هذه الخانة أو اخترت هذا الشرط يزيد عليه مبلغ معين يقول هذا قيمة التأمين نعم هذه لا أبأس فيها لأن بعضهم جعلها من الجعالة وبعضهم قال تأمين هذا من باب أيضا التبرع لكن لا أبأس فيه لأن جاء شرعا وأكثر من فتوى صدرت بهذا المجال على زيادة التأمين والعوض المقابل شكرا لك دكتور سامن قيس الدريعي ضيف هذا البرنامج استمتعنا بك وبحديثك وهذا التبصيد الجميل لمسألة التأمين التعاوني وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام نلتقي وإياكم مع موضوع آخر في حلقة أخرى إلى ذلك من الحين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته دلني على السوق إعداد وتقديم عبدالله البعينين ضيف البرنامج الدكتور أسامة قيس الدريعي